اشتركوا في القناة ومع درس التواصل اللغوي التواصل اللغوي ابني له جانبان جانب التواصل الشفهي هو الإجابة الشفهية المباشرة وفي مواقف مختلفة سواء منها المواقف الحياتية أو الاتصالات الهاتفية أو غيرها وهناك التواصل الكتابي من خلال البطاقات والرسائل التي كنا نكتبها قديما والآن سوف نبدأ بالتواصل الشفهي الشفهي والتواصل الشفهي تضمن درسين الدرس الأول هو التعبير عن ما يقضيه بعض المواقف ودرس الثاني صياغة الأسئلة وهناك أمور يا ابنائي لابد من مراعتها قبل التحدث شفهيا ومنها الاستعلاد للحديث وترتيب الأفكار وأن يكون الحديث باللغة العربية الفصيحة اليسيرة والالتزام بالوقت المحدد للمتحدث والنظر للجمهور والتفاعل معهم وتوظيف بعض ما تعلمناه في الوحدة السابقة من معارف وما اكتسبناه من رسيد لغوي وننتقل إلى صفة 182 لبعض المواقف التي نتضرب فيها على الردود الشفاهية المناسبة وتتضمن التواصل اللغوي في مقابلة مقابلة خالة يوم العيد لتهنئتها بهذا اليوم المبارك ماذا نقول نتوقع لقابة عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير أحسنت شراء واليدي ثيابا جديدة لي في العيد ورغبتي في شكرهم شكرا لك يا أبي جزاك الله خيرا أو أبقاك أبقاك سأبقاك الله سالما لنا سؤال صاحب محل الألعاب عن ثمن لعبة ما ثمن هذه اللعبة أو كم يبلغ ثمنها تقديم المشورة لأخي الصغير فيما يفعل بنقود العيدية أو العيد أنفقها فيما ينفعك أو فيما يفيدك استشارة أبي في الشخص الأولى بالزيارة صبيحة العيد ما رأيك يا أبي أن نبدأ بزيارة جدتي أو جدي أو جدتي وجدي أو خالتي في صبيحة يوم العيد إكرام عمي لنا أثناء زيارتنا له في مدينته ورغبتي في شكره شكرا لك يا عمي على حسن ضيافتنا وجزاك الله خيرا عزمنا على العودة لبلدنا وتوديعي من أكرم ضيافتنا أستودعكم الله وشكرا على حسن الضيافة إبداء الرغبة لوالديك أو لوالدك في زيارة مناطق متعددة من مناطق وطنين الغالي أبي لدي رغبة بزيارة جدة وأبها وحائل والرياض هل نذهب إلى واحدة منها أو من هذه المدن في هذا الصيف تذكير الأهل بدعاء الصفر الذي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربما تكون الإجابة هيا ندعو دعاء الصفر أو ردد ورائي دعاء الصفر هذه صفحة 182 ننتقل بكم إلى صفحة 183 وتتضمن صياغة الأسئلة الحقيقة بناء أن صياغة الأسئلة تتضمن أولا التعرف على ما الفرق بين الجملة المثبتة والجملة الاستفهمية الجملة المثبتة لا تنتهي بعلامة استفهام وتكون جملة خبرية أما الجملة الاستفهمية لابد أن تبدأ بكلمة سؤال وتنتهي بعلامة استفهام وسياغة الأسئلة لابد لها من مهارة التعرف على الكلمات التي تعني أو تستخدم في مجال الجملة الاستفهمية ومنها ما وهي لغير العاقل متى تسأل عن الزمان وأين تسأل عن المكان ولماذا تسأل عن السبب ومن تسأل عن العاقل وكيف تسأل عن الاستفام عن الحالة أو الطريقة وكم تسأل عن العدد وإلينا بعض هذه النمازة لتدريب عليها أولا الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى ما السؤال الذي يمكن أن نسأله في هذا المقام نقول ما الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى ونحط على الاستفام آخر الجملة عاصمة المملكة العربية السعودية بسؤال أيضا ما عاصمة المملكة العربية السعودية وعلم تستفهم في آخر الجملة الاستعداد لاستقبال العيد كيف يكون الاستعداد لاستقبال العيد وعلم تستفهم في آخر الجملة نأتي إلى صفحة 184 وفيها مجمع من الأسئلة ملك المملكة العربية السعودية من ملك المملكة العربية السعودية وعلم تستفهم آخر الجملة عدد ركعات صلاة العيد ما عدد ركعات العيد أو كم ركعة في صلاة العيد بعد ذلك عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية في صلاة العيد ما عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية في صلاة العيد نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة ما نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة وقت صلاة العيد متى صلاة العيد مكان صلاة العيد أين سنؤدي أو ستؤدى صلاة العيد الأماكن التي يفضل زيارتها في مدينتي ما الأماكن التي تفضل زيارتها في مدينتك تفضيل بعض الأسر قضاء الإجازة خارج أرض الوطن أين تفضل بعض الأسر قضاء الإجازة وإلى هنا ينتهي لقاءنا اليوم يا أبنائي على أمل لقاء بكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته